في ثالث اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تصدرت الأزمة السورية وتبعاتها محور المحادثات بينهما وشدد الرئيسان على أهمية تهيئة الظروف في سوريا لإطلاق عملية سياسية جدية وفعالة لإيجاد حل فعلي للأزمة كما كانت إقامة مناطق أمنة في سوريا لأغراض إنسانية من ضمن مجريات المكالمة الهاتفية وهدفت المحادثة بين الجانبين إلى تخفيف التوتر الناجم عن استهداف واشنطن لقاعدة الشعيرات الجوية في سوريا ردا على هجوم كيماوي شنه النظام السوري على بلدة خانشيخون في أوائل إبريل الماضي وأشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عقب لقائه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن إلى أهمية المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين على مصار الأزمة السورية حسنا المكالمة بين الرئيسين كانت بناءة جدة شملت الكثير من التفاصيل والمتغيرات البيت الأبيض وعاقب الاتصال الهاتفي أكد أن واشنطن سترسل ستيورد جونز القائمة بأعمال مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى ممثلا إلى محادثات آستانة لمتابعة الملف السوري أما الكريملين فذكر في بيان له أن الزعيمين بحثا أيضا فرص عقد أول لقاء بينهما في يوليو القادم على هامش قمة مجموعة العشرين المرتقبة في مدينة همبورغ الألمانية عثمان عمر العربية